السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارجعنا في فيديو جديد فيديو سريع ان شاء الله يعجبكو طاجن ام علي هنعمل طاجن ام علي بابسط المأدير هي مش مأدير بصراحة هي بوائي هي بوائي اكل بيتعامل ببوائي الاكل ممكن يتعامل ببوائي في نوم كانت موجودة عندك ممكن تنشفها وتعملي بيها تعملي ببوائي رؤاء زي ما احنا هنعمل النهاردة احنا طبعا نزلنا من فترة بسيطة خالص فيديو رؤاء فتفضل عندي 3 او 4 وراءات كده فهشتغل بيهم النهاردة ممكن برضو من بوائي مغبوزات عندك تشتغلي بيها عادي خالص وهتطلع احلى طاجن ام علي اول حاجة هنسمي الله والمأدير معانا بسيطة جدا هو لبن ورؤاء الرؤاء بقى ده انا هكسره كده طبعا لو عندك فينو هتنزلي بالفينو ولو عندك بوائي مغبوزات برضو هتقطعيها بالطريقة دي في قلب الطاجن وهتشتغلي بها عادي خالص ممكن تعمليه سادة ممكن تعمليه بالمكسرات زي ما تحبي خالص هو بصراحة بيطلع طعمه جميل جدا وهو اصلا مش بيتعمل من حاجة خالص يعني انتو شايفينه مش بيتعمل من حاجة وفي نفس الوقت بيطلع طعمه جميل اوي ولو بنشتريه من برا طبعا زي ما انتو عارفين برضو بيبقى غالي اوي قد ايه قصرنا بقى الرؤاق كده زي ما انتو شايفين نزلت عليه بكيس من الفانيليا ونص كباة من السكر ومكعبين زبدة نص كباة من السكر دول مش هتخليه مسكر اوي هتخليكي بدل ما تاكلي قطع تاكلي اتنين وثلاثة بصراحة كان مزبوط جدا ما كانش مسكر ان هو يجزع كده لا هو بصراحة تبقي مبسوطة كده وانت بتاكليه وعايزة تاكلي منه كتير زي ما انا طبعا عملت كده حطيت بقى المكعبين الزبدة دول ونزلت عليهم باللبن المغلي هنحط لبن قد ايه اللبن لازم يغطي الرؤاق كده خدت تقليبة للرؤاق بالزبدة علشان تعمل وتخلي الرؤاق مورق كده حطيت برضو معلقة صغيرة من البيكنج بودر اللي هو كيكشيف ده نزلت بنص معلقة من البيكنج بودر اللي هو الكيكشيف بعدين هننزل باللبن كان عندي كباة من اللبن كباة من اللبن عليها قشطة قشطة كتير كنت انا محاويشها القشطة ديات نزلت بيها برضو وبعدين نزلت بالمكسرات على الوشي كده حابين تحطوا المكسرات في النص يعني زي ما بتعملوا الرؤاق كده تحطوا الرؤاق تحت وبعدين تحشوا الحشوة في النص عادي خالص بس انا بحس ان هي ايه ان هي كده مسلوقة يعني فكده على الوشي كده بتحمر بقى المكسرات وبتدي شكل وطعم جميل قوي بيزخل فرن بقى على درجة حرارة عليها ما فيه 7-10 دقايق الوشي بتحمر وبيكون جاهز وبيكون طبعا طعمه زي ما انتم شايفين كده وتقطعوه بيبقى جوسي من جوه كده وبتحسوا اللوة مقرمش من برا بصراحة طعمه طحفة جميلة جدا عجبتني قوي 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 بصراحة ويا ريت تجربوها وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير وسبسكرايب للقناة بتاعتي لو اول مرة تشوفي القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد ووصفة جديدة وباي باي